موسيقى دكتور كم ولد عندك البركة؟ ولدين وبنتين بس هيدور؟ ايه علينا ليش انا مثلك مكن التخليف؟ دكتور اذا واحد منهم رادي يدخل بالاسلام شو بتعمل؟ بنصحه انه ما يدخل لا لا دكتور ما بيصير تصد ابنك يدخل دين الله بعدين بتكسب لعنة الله الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالاخرة كافرون يا اخي ما بصده بس كمان ما لازم وعيه ولا انصحه يعني؟ لا دكتور بهيك حالة بتعتبر من الذين يحاربون الله ورسوله لازم تعطيه كل الحرية في الاختيار دكتور ما اختلفنا اذا عطيناه حريته ودخل الاسلام وبعدين ما عجبوا دينك راح تعطيه الحرية يطلع منه؟ لا دكتور طريق الاسلام ذهاب بلا عودة يعني one way شايف كيف؟ وشو بالنسبة لما قولت لا اكراها في الدين اللي بتضل تتغنى فيها؟ لا اكراها في الدين بتعني نحن ما منجبر حدا على دخول الاسلام بس اذا الواحد دخل ما بقى فيه يطلع دكتور من بدل دينه فاقتلوه وما دام هيك ليش حضرتك تطلب مني شي انت ما عم تعمله؟ انت كافر دكتور والمفروض ما تجبر اولادك يطلوا بالكفر وانا مسلم مؤمن المفروض حافظ على اولادي وادباعي ما يدخلوا بالكفر مش ممكن تكون انت على ضلال وغيرك على حق؟ لا ما ممكن ابدا وقفت شي مرة وقف تأملية في قضايا الايمان وراجعت نفسك ومعتقداتك؟ هذا يعتبر شك ووسوسة من الشيطان الخناس يا اسلام التربية البيتية والدينية زرعت فيك الوسواس مش الشيطان الخناس التشخيص تبعك فيه نظرة وجه دكتور قصدك وجهة نظر؟ اي اي وجهة نظر بس يا دكتور كل انسان يولد بالفطرة على الاسلام يعني كل الناس تولد مسلمة من بطن امها؟ نعم قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهايم كما بتولد على دين الاسلام؟ لا يا اخي مو هيك المقصود شو لك؟ يعني ان البهيمة بتولد صحيحة وبعدين الناس بتشوهها بيقطعوا ادنها ويبتروا انفها وديلها وهكذا ايوا يعني نحن هلا نعتبر معاقيم في نظرك والمسلمين اصحاء احسبها متل ما بدك دكتور فعلا الناس خلقت مجانين البعض تغير والبعض ضل على جنونه ايوا الله يا دكتور ها دكتور شو بتقصد بهذا المثل؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة